قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن إيران رفضت دون إبداء أسباب طلبات فرنسية بالوصول القنصلي إلى الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبة عاد الخاه المسجونة في طهران وكانت طهران قد اعتقلت أمس بريطاني من أصل إيراني ليرتفع عدد البريطانية المحتجزين لديها إلى أربعة معنا من باريس الباحثة في العلوم السياسية بجامعة السربون السيدة كاترين جابر أهلا بك سيدة كاترين معنا على سكاي نيوز عربية وفي برنامج المساء سيدة كاترين في الأون الأخير لاحظنا هناك ازدياد في أعداد اعتقال من يحمل جنسيتين إيرانية مثلا فرنسية إيرانية أمريكية إيرانية بريطانية وبشكل متزايد يعني بعض الخبراء يرجعها لأسباب مختلفة لكن ماذا تعتقدين السبب الأهم في اعتقالهم الآن وربما المساومة في الحديث مع بلدانهم التي يستوطنون فيها مثل فرنسا في الحديث حتى على الجانب النيابي أو القضايا أهلا بك يعني في طبيعة الحال هناك أسباب طويلة المدى هي في السياسة والقناعة والأيديولوجية الإيرانية تقف وراء هذه الاعتقالات وهناك طبعا أسباب حديثة جعلت النظام الإيران يقوم بهذه الممارسات فبالطبع من الأسباب الطويلة الأمد هو أن إيران لا تعترف بفكرة ازدواج الجنسية أو أن يحصل أي شخص على جنسيتين إيرانية أو بريطانية أو الفرنسية أو الأمريكية فهذا هو في المنطق الإيراني يعني غير مقتنعين به بالإضافة أن هناك بالطبع أسباب جديدة لاعتقال أو زيادة نسبة هذه الاعتقالات فنحن قد رأينا أنه منذ 2016 هذا الأمر ليس بجديد في التصارفات الإيرانية التي اعتقلت أيضا نزيم زخاري الإيرانية البريطانية منذ عام 2016 وأيضا تم اعتقال الفرنسية فريبة منذ أشهر وأمس تم الإعلان أيضا عن إيراني بريطاني تم أيضا القبض عليه ومحاكمة هؤلاء الأفراد الأسباب الجديدة هي أن إيران قد أدركت أن أوراقها السياسية وليست الحربية أو العسكرية قد فقدت كل أوراقها السياسية في وجه أوروبا وهي تريد أن تحتفظ أو تبحث على أوراق يمكن أن تلعبها بوجه الطرف الأوروبي في حال أن ذهب تماما إلى الجانب الأمريكي للحفاظ عليه في منطقة الحياد فهو من جهية تعلم أن باريس خصوصا وبالطبع لندن ورقة حقوق الإنسان هي ورقة جادة جدا في اللعب مع هذه العواصم التي تجعل من نفسها قوة للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم كله أو في كل البلاد بالإضافة إلى أن باريس سيتحتضن أكبر جالية إيرانية معارضة للنظام الإيراني الحالي ولذلك هي تستخدم هذه الورقة الأول لسببين للضغط على سواء المعارضة الإيرانية التي بدأت في المطالبة بحقوقها ومواجهة هذا النظام والمطالبة بإسقاط النظام الإيراني مستغلين توطر الأحداث تجاه طهران في هذه الأونة وأنه أيضا فيه هناك خطاب داخلي للشعب الإيراني الذي يريد أنه يتم استخدام الإيرانيين أو أن هناك خيانة من بعض الأشخاص وأن هناك مؤامرة غربية على الشعب الإيراني الذي بدأ يحتج بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية طيب سيدة كاترين هو أمر وارد أن يكون هناك أي استخبارات غربية خصوصا في موضوع إيران أن يرسل مثلا جواسيس أو من يتعامل مع استخبارات وهذا رأيناه حتى في دول عربية كثيرة بشكل طلاب وما شابه لكن في الحالة الإيرانية نشاهد أن العدد كبير جدا من تاريخ محاكمة هؤلاء ما الذي اتضح حسب خبراتك؟ بالطبع أن هناك العزلة التي فيها إيران هي تجعلها تتصرف بهذه نعم هناك جواسيس ولكن هذا المفهوم أيضا هو غير مقبول لدى الدول التي تعمل بها بعض الدكتاتوريات فالأشخاص الذين تم توقفهم في إيران هم علماء أنتروبولوجيا حتى ليسوا علماء لا علوم سياسي يعني الأنتروبولوجيا نعم هو يمكن أن يكون علم اجتماعي علم يدرس بعض التكوينات أو الثقافات المجتمعية وكل ذلك ولكن هي ليست دراسة علوم سياسية وإذا رأينا أيضا إلى السيفي أو التاريخ الشخصي لهؤلاء الذي تم توقفهم فهم لم يعملوا أيضا في المجتمع الإيراني غير مؤخرا جدا وأنهم أيضا لا يدرسون ولا يعرفون المجتمع الإيراني عفوا بهذه السورة ولكن عملهم جاء في نطاق ضيق جدا من علم الأنتروبولوجيا أيضا علم الأنتروبولوجيا هو يمكن أن يدخل فيه الأنتروبولوجيا الحفرية وكل ما هو يعني ليس له علاقة قوية أو وثيقة بالسياسة ولذلك هناك أيضا أسباب أخرى هي يمكن أنها تشبه عملية تبادل أسرة فقد تم توقيف خصوصا من المخابرات الأمريكية تم توقيف العديد من الإيرانيين الذين كانوا يعملون أيضا حتى في فرنسا ليس في الولايات المتحدة لصالح الاستخبارات الإيرانية في مطلع هذا العام تم توقيف أيضا مهندس كان يعمل في شركة فرنسية تختص في صناعة وابتكار الأسلحة والتي كشفت هذه الأخبار هي المخابرات هي شبكة الـ CIA الأمريكية وتم توقيف هذا المهندس ولذلك يمكن أن تكون إيران هي تلعب هذه الكروت وقد توقف أشخاصهم ليس لهم أي علاقة أيضا بالاستخبارات الأوروبيس والبريطانية أو الفرنسية للعملية هذه التبادل الأسرة إن صح التعبير أشكرك كانت معي من باريس الباحثة في العلوم السياسية بجامعة السربون السيدة كاترين جابر شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة